مناسبة أفشة رأيك النهاردة في أفشة في وود إمام عشور أي أفشة وإمام عشور مع بعض ووراهم أكرم توفيق أفشة كريم طول الوقت حنتكلم على الجودة طول الوقت بنتكلم على أن أفشة لعيب مهم جدا للنادي الأهلي سواء نعلى بديل لا بأساسي أيا ناس كتير كانت بتتكلم على أن أمام جنب أفشة بعض المباريات تتحمل أن الاتنين يكونوا موجودين لكن فيه سلاح مهم جدا عند أفشة غير صناعة اللعب فيه سلاح مهم جدا عند أفشة غير أنه بيتحكم في الإقاع سلاح التصويب هو سلاح مهم جدا كام لعيب في مصر بيقدر يصوب كام لعيب في مصر بيقدر يصوب بالدقة دي كام لعيب في مصر كل معظم تصيباته ما بين القائمين والعرض كام لعيب اعتدهم على إيدك مش هيعده خمسة مستحيل امسك التمنتاشر نادي بالتلاتين في القائم تتكلم على خمسمائة واربعين لعيب كام واحد؟ واحد في المية منه أفشة ده بقى من ضمن الواحد في المية دول فلازم أمسك فيه بإيدي واثناني ولازم أنه ياخد فرص أكتر من كده ولازم يمسك هو كمان في الفرص أكتر من كده تعالى أقول لك هو ليه بيتواجد دايما في المنطقة دي وليه هو الوحيد اللي عنده الجراءة وعنده الدقة مش بس الجراءة أنه دايما يعمل عملية التصويب النهاردة من خلال أكتر من كرة واخت تعليمات أنه يعمل عملية التصويب أجيب لك أنه الراجل طول الوقت هو متواجد في المكان الصح أهم من التصويب وأهم من التكنيك هو متواجد في المكان الصح تعالى نشوف التصويبات اللي عملها أفشل النهاردة سوقف الهدف الملغي سوقف الكرة اللي ارتدت من الحارس بص يا كريم وقف نارجع ارجع معلش ارجع معلش ارجع ارجع هو بيشاور لكريم فؤاد حلو بس أحب أفكرك أن الوقت يداهمن الآن يداهمن بص بص هنا بيعمل إيه هو بيشاور بص هراء نازل جاي منين من العمق هو بيشاور لكريم فؤاد عشان يدهلو في المساحة دي اللي هي دايما المساحة اللي بيهاجمها أفشل فالعبرة دايما انت لو رجعت في ريم واحد هتجيب إشارة إيد أفشل هو بيشاور بيقول له ادهني هنا عشان يسيب له الكرة في المنطقة اللي هو رايح بقى رياحية ومع المساحة اهي كمل 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 هتلاقي بيشاور اهو اهو رايح له بيقول له الدين الكرة لأن هو طالب الكور بص وراح كمل عليها يمكن حظه ساي انه سامر اتكب مخالفة اه مع مدافع مودرن سبورت لكن التصويب والتكنيك يا كريم يساوي كتير قوي أنا بالنسبة لي هي دي اللعيبة اللي بتساوي فلوس بص التكنيك حلو قوي دايما نقفشل بحطاب بط الرجلو دايما ناورته ناحية الشمال هو عارب بيشوت فين هو مش لعيب عنده عملية انا بشوت الكرة بحط فيه ارجع هنا ارجع هنا بص بص بيزعق الامام ليه ارجع ارجع اي بص بيزعق الامام هنا لأنه طبيعي هو رايح بوشه بدل ما امام يحطه بوش رجل خارجي كده ببطن رجل وسند الرجل جاي في المواجهة جول مع افشة الكرة دي جول على فاكرة في جاءت لاطة المرسي الكولر كمان وكان بيشاول ان هو بصها له ان هو لازم يحطها له طبعا ان هو لازم يحطها له اهي اهي هو هو حتطها له ودي ميزيت افشة دايما انا كريم بيباصي ويتحرك هو باصي عشان يسندها له يحطها يكمل كمل اللي بعدها عشان الوقت كمل اهو بيقول له بصها لي حطها لي هنا تحت وبعدها رفعه له امام ايده بص هنا كريم اول قرار عند افشة التصويم ارتدت جات في منتصف المربع لان الكرة بعيدة شوية لكن دايما 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 الحل في القرار في التكنيك في المكان اللي بيتواجد فيه دي تعليمات كان بيعملها امام في بعض الاوقات لكن في النهاية انت بتتكلم على جودة على تمرين افشة النهاردة ما سجلش افشة النهاردة ما صنعش لكن من المباراة الجاهدة جدا لأفشة واتمنى انا مؤكد انه هيكون متواجد في مباراة الكاس فاتمنى انه هو يكمل على الاداء ده علشان يقالي دور فيما تبقى من الموسم لانه اوراق الاهلي في وسط الملعب تتساقق ديانج مؤكد رحيله بعد مباراة بيراميدز موسم عمر السلية انتهى مع النادي الاهلي احمد نبيل كوكا في الغالب موسمه انتهى لانه موجود في الاولمبياد وان شاء الله نكمل هارجي حيلحق اخر مبارتين ثلاثة فبتتكلم على ثلاث لعيبة من اجمالي سبعة موجودين مش موجودين فدلوقتي الاهلي باعتمد على من اربعة لخمسة فكده كده افشة ياخد وقت وياخد وقت طويل فلازم يمسك في الفرصة لان وجود افشة فاصل طرع بالنادي الاهلي مهم